موسيقى تحت إلحاح أمه شاف صورتها ولسان حاله مش بطالة تمشي مكلمتين وقرى الفتحة كم شهر وكم مكلمة كتبوا الكتاب وسفرت له وبعد شهر العسل بدأت الدنيا تظهر على حقيقتها أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات البيوت سواء اتفقنا أو اختلفنا الزواج عن بعد أو الانترنت واقع موجود وبنعيشه إيه رأيكم في زواج الانترنت؟ تفتكروا الطريقة دي سبب من أسباب فشل الزواج؟ ولا الزمن تغير؟ ولو حضرتك بقى في الغربة هتتجوز أجنبية في البلد اللي انت عايش فيها ولا هتضطر للأونلاين علشان أهلك عايزينك تاخد واحدة من بلدك؟ تعالوا نشوف لا يعني ان في حيات كتيرة قولت بقى فيك على الانترنت ساعة هجدنا يكون فيك زي مثلا الرسائل أو التعبيرات أو شايفة قدامك التصرفات الوش، الرياكشن، ما عاملت إزاي؟ عادي جدا ممكن انت معادي مثلا صاحبتك كتير أو ضحك بس انت كده فأماني؟ آه مثلا آه تمام يا له وعموت من ضحك وأنت معادي بس بأكيد يعني لحاجة زي كده 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 كبيرة مش متقوم بس على الانترنت أو الشات أو كده متقوم على مواقف على التجاكات كتير يعني؟ والله هو إذا كان يتم بوجه شرعي تمام غير مخالف للدين الإسلامي أو للشارع ما فيوش مشاكل إذا كان يتم رضا الطرفين وهيتم مشاورة ولي الأمه يكون عادي طبعا لا خطوبة أولاين أكيد ما تنفعش لازم يروح لها البيت خطوبة أولاين إزاي؟ لازم يتعرفها على بعض لازم يروح البيت تشوفه ويشوفها ويكون فيه رضا الاول في موافق من الطرفين المهم إن في الجواز إن الواحد يختار صح سوى بقى في الانترنت أو برا الانترنت مفروض الإنسان يكون حاطت قدامه قصص وأهداف من الجواز اللي داخل يتجوز عشان حاجة أو اللي داخل يتجوز هي من أسرة واللي داخل يتجوز عشان شاف بنت حلوة أو شافت ولد كويس أو معها فلوس أو الكلام ده كله الأسباب هي اللي بتخلي الجواز ينجح بعد كده أو يفشل مالوش دوا بالتعرفته إزاي؟ أنا ما نقدرش نقول أولاين بالضبط بالتحديد عشان الجواز كان بيفشل من زمان يعني من قديم الخلف يعني بس الأولاين ده بيزود نسبة بيزود نسبة فشل الجواز ليه؟ لأنا قلتلك بيبقى بيتبيني القبول على قواعد هي تكاتك ونصها وهمية يعني أهلا بيكم مرة تانية خلونا نرحب بضيوفنا الكرام دكتورة سارة صبري أخصة اجتماعي ونفسي أهلا بيك يا دكتور أهلا يا نادا أهلا بيك والأستاذة أشجان يحيا خبيلت العلاقات الأسرية والزوجية أهلا بيك يا أستاذ أشجان أهلا بيك يا نادا أهلا بيك دكتورة سارة الحقيقة ناس كتير ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي ويعني مش فهمة قوي موضوع إيه جواز الانترنت ده يا جماعة إيه الجواز اللي عن البعد هو الجواز دلوقتي بقى باللاسلكي هو جواز يعني زي عبر الأسير خلينا نشرحها بشكل بسيط كده إيه هو جواز الانترنت أو عن بعض أولا هو الجواز الانترنت بقى عام زي الشرع على الانترنت أنت بيبقى بقى فيه مواقع دلوقتي وفيه سايتس بتحط صور العروسة وصور العريس إن هما ممكن لو أنت تعارف بيانات وهو يعرف بياناتك ولو المقدمات تعجبتك ممكن تكملي أو إنه هو يبقى تم التوصيع على واحدة معينة من بلده فهو يبدأ يتواصل معه عن انترنت لكن ما بقاش فيه احتكاك مباشر آه طيب ما فيه احتكاك مباشر ودي الحقيقة بتبقى من الحاجات اللي بتبين بعد كده المشاكل أستاذة أشجان أنا عندي علماء علم الاجتماع ضد الفكرة دي تماما وقالوا البعد لو كان حتى لحظي ما ينفعش لأن دي علاقة لازم يكون فيها تواصل قبل الجواز علشان كل شريك يعرف يختار شريكه بشكل صحيح للدرجات دي ما بقاش عندنا وقت للخطوبة وللتعارف وللشكل صحيح للجواز المفروض الصفة دي أو شكل الجواز بالطريقة بتاعت الانترنت دي محطوطة في أدية الأطر ومحطوطة لأسباب صارمة جدا هو مش هعرف ينزل هي البنت أصلا مختربة مش هتعرف تنزل صعوبة التواصل بشكل كبير جدا فأجي بقى أشوف كده لا والله ده ما نعرفش حد وما فيش قدامنا غير كده وانا بقالي في السعودية ما عرفش كام سنة فبتحطيها في اقتار دي جدا استثناء وفي نفس الوقت ضوابته كبيرة عشان زي ما انت تفضلت كده في موضوع المقدمة ان فكرة ان بتسافر له بالفستان والكلام ده كتير جدا يا جماعة ومشاكل أول مرة يشوفها بيبقى في المطار بيبقى في المطار وبيبدأ يقيم حاجات من أول السطر ويفرض ما عجبتوش هي بيحصل على فكرة يعني فيه أكتر من حالة حصل انفصال حتى في موضوع العقد هي جايلة تكتب الكتاب ولا مش هي دي يا جماعة والله انا قد بتكلم معاها طبعا وتبدأ هنا قسرة نفس بشكل مختلف يا اما هكمل وانا مش راضي يا اما مش هكمل وهنخش بقى في متاهات تانية طبعا لقتني بك ليه هو نفسه بيبقى عنده سرعة شوية ان هي انا متعلق بيها بالشكل اللي انا كنت بتشات وافتح كاميرا والكلام ده ولكن مش دي شخصية مش مال يعيني او زي ما بيقوله فعشان كده لازم تبقى محجمة ما بقاش انا شخص مثلا عندي اطار شغل وعندي اطار اهل وقم بقى لقد انا عايز مثلا فلانا دي اللي في دولة ايه اللي في جنسية ايه واصلا عشان بس بشوف الكومنتات بتاعتها فانا تشدت للشخصية ودي بدأ ايه هنا تخشي طب انت لجأت للطريقة دي ليه انت خالي الموضوع بقى مد كانوا بيشتري حاجة عاملة على انترنت مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشوف ابيل ريفيوهات عليها عاملة ازاي وبناء عليه يحكم ريفيوهات الجنسية اوه يعني مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانها عن بيع الغرر اللي هو ان الواحد يشتري سلعة من غير ما يقلب فيها لانه ده يعني نوع من الصرقة ان انت تبزل فلوسك في حاجة ممكن ما تطلعش كويسة وفي الاخر انت خيلي خبت الامل اللي بتحصل لك لو اشتريت حاجة يدمل على انترنت وطلعت مقزارة ولا صغيرة ولا مش شكلها حلو فتخيلي بقى اما انت هتبزلي حياتك كلها في حاجة انت بالفعل ما شفتيهاش وبقى الموضوع ما فيهوش روح قد ما هو بقى مادة والورقة والقلم ديت مواصفاتها ايه وشكلها ايه ومعها كام ومش معها كام والجنسية ديها تديني ايه ومش تديني ايه اه بفكر بشكل مادة بحت ما فكرش فيها بالمفروض بشكل مواده ورحمة وديها كامل معا الجواز الطبيعي الفطرتنا كلنا جبلنا عليها يكون فيه مواده فيه رحمة فيه سكن لا وبيحسبها واحد اتنين المكسب هيبقى فيها ايه طيب سوزة اشجان احنا نقدر نقول على الجواز عبر الانترنت او الانلاين ده وسيلة من وسائل الاحتيال كل طرف بيخبي ما وراء الشاشات اللي هو مش عايز الطرف الاخر يعرفه اذا كان الخطوبة وجها لوجه ما بتعرفيش كل حاجة فما بالك بقى بالانلاين ما نقدرش نقول ان دي فيها احتيال يعني ما نقدرش نعمم فكرة ان ممكن حاجات الزواج بالشكل ده يكون فيه نسبة نجاح اه وارد فيه نسبة نجاح وشفنا بعض الاشكال من الزيجات عن الطريق الانترنت اتحقق فيها النجاح ليه بقى عشان العوامل الاخرى اللي بدور فيها في الزواج كانت الى حد ما مكتملة زي ايه زي مثلا الاهل هم اللي مرشحين واحدة فدي من محطنا الاهل عارفاها والديتي زاريتها لا دي عارفينها كويس فكده اتحقق فيها الموضوع الاجتماعي في تقارب اجتماعي والاهل عارفنا فالسؤال هنا خلص موضوع الاجتماعي النقطة التانية موضوع المعرفة الشخصية والله ده انا كنت عارفها قبل مسافر لا ده انا شفتها كذا مرة لا دي صاحبت اختي فالنقاط دي لما بتتجمع لا ده انا جايب بقى واحدة وعرفش عنها اي حاجة خالص وبدأنا بقى ان احنا بنكتشف هنا معدل الرزق بقى فيها بقى أعلى شوية انت بتجذف بكل النقاط دي بكل حاجة يعني بتوافق الفكري والثقافي والبيئي كل حاجة عادة تقليل وتبقى الاساس في الموضوع ده البوينت اللي انت بتسلط عليه انا كشب مسلط على ايه فكرة معجب بس بالشخصية لا معجب بدرجة الجمال لا معجب بالوضع الاجتماعي بتاعها لا بتفاعلها على السوشيال والكلام ده كله لا لما كلمتها حبيتها خلاص بقى ده وقع من اول نصرة ومن اول كلمة من اول شات من اول شات تتعلق بيها فهنا بقى هي دي المحددات اللي قدر اقول عليها يا دي راح الجواز مصلحة ولا راح الجواز انترنت واحد يقول لي انا بدور في الجنسية الفلانية عشان نفسي سافر البلد الفلانية عشان دي اللي هاخد على اساسها الجنسية او واحد يقول انا كرهت المصريين انا بدور على سوريا جماعة الموضوع منتهي او يقولك لا والله انا عايزها برد انا عايز اروح لكندا واستراليا فانا بدور على حاجات من الجنسية دي فهو حطت العنوان ده على فكرة فكرة ان انت لك اسباب او لك عنوين انا مش ضد ده بس ماذا بعد يعني انا الرسول قال اربع حاجات تنكح المرأة الكذا وحسبها ونسبها ففكرة ان انت دايما بتبقى حاطط فانت بتدور على الجنسية انت هتاخد جنسية وماذا بعد فماذا بعد بقى عند كل شاب دي هي اللي بتبقى محددة انا مضطرة تجوز بالشكل ده ولا لا ده السؤال الاهم يعني فكرة هو انا ممكن اتجوز كده لان انت خلي بالك زواج الانترنت ساعت ببقى الزيجة التانية وزيجة التالتة والرابعة او ببقى بدائل للتنفيس ان هو عايز اصلا يعدد فانا مفيش قدامي غير اني بقى احب من واحدة من دولة تانية او ممكن واحدة من مصر ونفسها تسافر للدولة اوروبية فيلا تيجي بالضبط فبتبقى ده منفذ او بوابة ان هو بيتخيل يحقق منه ده انما كفكرة البكتش كله على بعضه انا ماخدوش غير لما اكون مضطر له ماباخدوش الا مااخد فيه وسائل الامان بشكل كبير جدا عدة العوامل دي ماخدوش الا فعلا ماحس ان انا هي دي مجتمعة فيها شوية الصفات اللي انا كشخص عايز طيب انا عايز اشوف معاكي ماخدوش الا لما اكون مضطر واخدوه انت بالضبط وليه حايت ذكرتي ابرز السلبيات بتاعت الجواز عبر الانترنت او الانلاين والحقيقة احنا مش عايزين نبخس الموضوع حقه ونتكلم عن السلبيات فقط لا خلينا نتكلم عن الايجابيات وعاية دراسة من جامعة فينع النمساوية كلموا فيها قالوا ان التعارف بشكل عام عبر الانترنت ده شيء ايجابي جدا وبيغير بنية المجتمع وبيعمل ثقافات متعددة ما بين الشعوب وقال كمان ان العلاقات بتاعة الحب والزواج اللي بتتم عبر الانترنت بتبقى اطول يختلف ويتطفق معاهم الناس في الدراسة دي ولكن خلينا نتكلم معاكي عن ايجابيات الزواج عن بعد او الانترنت اكيد له ايجابيات مش كله سلبيات هو القرآن بيعلمنا دايما الانصاف حتى قال عن الخمر والميسر واثمهما اكبر من نفعه يعني فيه نفع لكن هو مش كبير زي الضرر وزي ما قلنا الضررات تباح المحظورات فبالتالي انا لو هلجأ اليه فانا هلجأ لان انا مضطر لكن هو بحر عميق انت محتاج انك تبقى عائل اوي وانت بتنزله يعني هو هينجح فيه او نسبة النجاح هتبقى عالية لو انت عندك عائل وعارف تختار صح كنت بتقوليلي انا كنت تقولك ان الدراسة دا اصلا بتاعت بلد اجنبية فهم عندهم في الغرب ممكن ينجح ليه هما ما عندهمش جزور ما عندهمش فكرة انهم ايخدوا حد بالتاريخ بتاعه ما عندهمش نفس مرجعيتنا دكتورة صارة كمان بالضبط انا كنت تقولك مش فارق معها هو جاي منين ولا رايح فين ولا اي حاجة هي شافت ان هو لطيف وكيوت وكذا ما فيش ضوابط فما فيش مشكلة لكن احنا بالنسبة لنا هو طبعا لو البنت تتحرك في كذا دايرة او الولد ممكن يبقى الشغل المعارف لكن دا بيوسع دايرة معرفك فممكن دي تبقى دي ايجابية ليه بيوسع الدايرة بدل ما المجموعة الصغيرة اللي هي اقاربي اي شغلي الناس اللي في الشارع لا ممكن يبقى في ناس تانية بعيدة عني ويكونوا مناسبين ليه ويكون القريبين دول مش مناسبين ليه برضو ايش حاجة ظريفة او ان هو ممكن يلغيلك ايه فكرة الاحكام المسبقة يعني ممكن واحد من مصر ما يرداش يتجاوز واحدة من محافظة تانية يقولك لا ادل بخالة ادل مش عارفها ايه لكن هو لما يتجاوز واحدة من حتة تانية مش هيحكم عليها اي احكام هو مش عارف ايه الخلفيات بتاعتها فياخدها كده بشكل صافي من غير احكام مسبقة بالضبط لانه كمان مش هيبقى في نفس المحيط يقولك لا دا زي ما انت قلت جدا محافظة معينة ودول صفاتهم كذا او ان دي ارمالة وما ينفعش ان انت تتجاوزها او دي مطلقة فما تنفعش لا بيبقى متحرر من كل القيود المجتمعية دي اه لكن ما زالت الضوابط الاسلامية احنا مجتمع اسلامي ولازم نضبطها بالاسلامي حاجة تانية هقولها للشاب اللي هاي اللي مضطر بشكل ما ظروفه ان هو يجاوز بالشكل ده انت لازم تبقى عارف نفسك علشان تعرف ايه اللي ينسبك علشان ما تاخدكش جمال الصورة والمشاعر القوية اللي بتبقى في الاول ومشاعر الانجذاب فاضغطي على اعمال العقل بيش بعد ما تجيلك تقول لا ما كانتش مناسبة ليا طب انت كنت عارف ايه اللي مناسب لك اصلا يعني انت عارف انت ايه وينسبك ايه كنت عايز ايه اصلا لا هو بيقول طبعا ما شوف كده فما شوف هي مش لعبة انت لو هتشتري باد كنت هتفكر اكتر يعني من لو انت دخل في جوازة فانت شوف انت ايه اللي مناسب لك عشان تسألوا ليها بالعكس انت مقرب عندك يعني فرصة اكبر بكتير انك تتكلم معاها مش زي الزيارات اللي انت رايح وجاي ولازم تفضي وقت علشان تروح لها وتيجي لا الموضوع بقى اسهل بكتير تممكن تعوده تتكلمه يعني ايه وتعرف كل في دماغها بالتفصيل وتعرف زي كانت مناسبة لك ولا لا وممكن الواحد زي ما انت قلتي تحايل هو ممكن الواحد يتحايل على اللي قدامه مر شهر اتنين تلاتة لكن مش كتير وبكتر الكلام الحواجز هتوقع واللسان هيغلط والحقيقة تنكشف صحيح صحيح لازم مش هتقدر لفترة طويلة انك انت تتحك على اللي قدامك فعندك فرصة كويسة استغلها لغاية الاخر ما تخشش في جوازة وبناء بيت الا انت متطمن ما في المياه دي حد مناسب ليك لان هي انت مش حمل تجارب مش حمل طفل وبعدين انفصال وفغربة وتعقد الموضوع قوي اه التعقيد قوي دوت انت في غنى عنه وهي كمان في غنى عنه اكيد طيب ستزا اشجان انا لا اجذب ولكني اتى جنب والحقيقة هيك دايما كنت تتكلمي معانا عن فترة الخطوبة وتقولي من اهم الفترات يمكن ما بيبانش فيها اكتر من 70% ممكن اقل شوية لكن مهم جدا ان انت تقدر تعرف شريك حياتك وبعض الصفات اللي انت تقدر تتأقلم عليها ولا لا ده في حالة اننا وجها لوجها قاعدين في الصالون طيب انا دلوقتي عبر شاشة هقدر احدد 70% دول بتوع الخطوبة العادية ولا هيكون في تجمل جامد هيكون في تزويق قوي في الكلام وبعد ما يقفل الكاميرا اقول اه اخيرا خلصت انا اتكلم على طبيعتي بقى بعدها هي فكرة 70% بتبقى ديل لوجها لوجه لما هاجي حاولها اقول عبر الاسير بقى وبالشاشة وقاعدين بتزبط كاميرا وبنفتح والاهل المترصصين كده والجو ده فلن يتعدى الامر 40% ده يعني لما نكون ايه ليل ان انا داخل تأهيل نفسي للقاعدة يعني لما العريس بيروح زيارة وهيقعد في الصالون عند العروسة هو بيروح ومقاهب انا هتكلم في ايه وهنقعد في ايه ولكن العفوية بتجيب ردود الافعال واجيب ايه اتكلمنا في ايه علقنا على ايه النقاط دي كلها ففكرة العفوية بتبقى موجودة في الحياة الطبيعية وفي الواقع اعلى بكتير من فكرة بقى ان احنا فتحيني الكاميرا وهي وهي مرصصة اصبت نفس الساعة اهلها وراها انا قاعد بالمسطرة كده لا ولابسه متشيك وانا قاعد مصف زهني ففكرة العفوية المقصود بها ايه انا بشوفه هو متضايق بشوفه هو متعصب انا بشوف بخيل ولا مش بخيل انا بشوف بقى الامور الاخرى هو نفسه بيد انطبعات هو انتي انتي كنت مرهقة النهاردة طب حد كان مدائك في الشغل انما لا ده انا عندي مكالمة الساعة ستة وهنفتح الكاميرات فيها فالاهل عملين يلبسه والدنيا وما فيش بقى ضيافة فاحنا فتحين الكاميرات وعملين بنتفرج ففكرة التأهيل النفسي للقاعدة نفسها بيدوب حاجات كتير لو انا متعصب بروق لو انا فيه ضغوطات معينة انا مرتب ايه اللي عايز اتكلم فيه نتفاصل بقى ورجع تاني والجو ده ففكرة 40% لو كده تشقلبه وهو ده اللي هيباني حتى تفاصيل البيت حتى تفاصيل البيت ان هو يشوف نظافة البيت يشوف هما بتعاملوا مع بعض ازاي صحيح ان الناس كانت لا مثلا بيقدموا حاجة ولا ما بيقدموش الكرام هما ده قد ايه مش يعزموا عليه مثلا في انجل شاي هو نفسه بييجي بحاجة ولا لا صحيح طب هما ممكن يقولولك عادي هيبعات لي هدايا بيحصل بيحصل شباب كتير هي ما ينفعش ان ينسي تقولي هي بتقدر تحكم على حتة انه بخيل ولا مش بخيل من الحتة دي من الهدايا عموما بغض النظر بازا كان بيتبعت لها او بشكل مباشر بس خلي بالك البخل برضو ما بيبانش بس بالهدايا لان مثلا بتاع بلات بر انا عرف كان ببعات الايفون وببعات الخاتم الدهب وببعات وما تفسخت الخطوبة ووقف لحد اللي معرفش ايه ماما جابته تعيد الام اه فهي فكرة الهدايا مش هقدر اقيمها قوي بس انطباعه وهو بتكلم شكل الصرف شكل التحويش شكل الشقة هتؤسس ازاي شكل الفرشة هنعمل ايه هجيب ايه نظرته البكرة هل هو حريص بس عشان هو في غربة وبيحط القرش على القرش لا اصلا انا لن اقتمن زوجتي على اي قرش الموضوع مع والدتي والدتي اللي بتبعت الامور دي كلها تفاصيل الصغيرة اللي ساعات بتعمل فيها مشاكل لو انتي مش محضرة لست بيها ودونية واضحة بس الحقيقة حضرتكم تفضلتوا بحديث نبوية شريفة عن الخطوبة والمواصفات المفروض تكون موجودة في البنت او تكون موجودة في الشاب علشان يتخطبوا والاتنين يقبلوا بعض احنا معانا رأي الشرع والدين ازاي بقى يكون فيه فترة الخطوبة دي مسألة الخطوبة وقتها واهميتها في الاسلام ولو اضطرنا يا جماعة للارتباط عن بعد هل فيه دوابط معينة ولا الدنيا كده بتكون مفتوحة ولا ايه تعالوا نشوف رأي الشرع ونرجع نكامل معاكم الخطبة شرعا واعد بالزواج مساحة وفرصة لمزيد من التعارف والاطمئنان لحصول القبول والتوافق بين الخطيبين حتى يتحول إلى زوجين والخطبة بهذا المفهوم لا تحل حراما ولا تحر محلالا لا تغير أي شيء من الأحكام الشرعية العامة بمعنى أنه لا يجوز للمخطوبة أن تظهر أمام خطبها إلا بزيها الشرعي ولا يجوز أن تتكلم معه إلا بالكلام العام اللي تقدر تتكلمه لو ممتها موجودة وبابا موجودة وإخواتها موجودين أما التعبير الصريحة المشاعر والخصوصيات أو إظهار أي جزء من زينة المرأة إلا ما ظهر من الوجه والكفين لهذا الخطيب فلا يجوز شرعا ويحرم شرعا سواء كان هذا في الواقع الفعلي أو في الواقع الاجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي الواقع الافتراضي بعض الناس بيظنوا أن الحرام في الواقع الفعلي ليس حراما في التواصل الاجتماعي فما فيش مانع أنهم يتكلموا ويتبسطوا في الكلام ونصل إلى التعبير عن المشاعر والتعبير عن الخصوصيات وكأنه يعني يكمن أن احنا مش شايفين بعض فالحواجز أزيلة وهذا أيضا ممنوع شرعا والحياء اللي بيمنعنا من هذا في الواقع الفعلي يمنعنا منه في الواقع الافتراضي ومراقبة ربنا سبحانه وتعالى حاصلة معنا سواء كنا عاديم في قوضة ولا كل واحد في مكانه بنتكلم على الفيسبوك أو تويتر أو غيره من وسائل التواصل وبالتالي ما يحكمنا في الحال عاما يحكمنا في وسائل التواصل الاجتماعي الخطيبين بيتواصلوا مع بعض ما فيش مانع في إطار أن كل واحد فيهم بيحاول يقرأ شخصية تانية أكتر ويحاول يفهمه أكتر ويحاول يطمئن إلى أنه ده الشخص المناسب اللي بيبحث عنه ويحاول يطمئنه أيضا إلى أنه الشخص المناسب الذي يناسبه ولكن لا يدخل هذا في إطار استباحة أي شيء محرم والضابط اللي دايما بأذكر به أولادنا وبنتنا أنه لا تتكلم مع مخطوبتك ولا تتكلم مع خطيبك إلا بالكلام الذي لا تستحيان منه أمام الناس أمام الأب والأم والإخوة والكلام في الشأن العام متابعة دراستها السؤال عن عمله السؤال عن أسرته السؤال عن إخوتها الحوارات العامة دي كفيلة جدا بأنها تبين شخصية كل واحد وطريقة تفكيره أما المساحات الأخرى فخلينا نأجلها لما ييجي وقتها الصحيح فتبقى حلال وتبقى مباركة واوعوا تفكروا تبدأوا حياتكم بمخالفة شرعية واوعوا تفكروا تبدأوا حياتكم الزوجية بزنب أو بمعصية لله رب العالمين لن تغني عنكم شيئا مش تضيف لكم أي حاجة أبدا ويبقى وزرها وتبقى مرارتها معكم لذلك خلينا نبدأ حياتنا بشكل نظيف بشكل فيه تقوى لله رب العالمين علشان خطر ربنا يوفقنا بعد الزواج إلى أنه كيمة بيتا مسلما سعيدا وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا البيت والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين أهلا بيكم مرة تانية شفنا رأي الشرع والقول الفصل في زواج الإنترنت ومرحلة القطوبة والأمور دي كلها طيب دكتورة صورة أنا دلوقتي لو في مرحلة القطوبة والعريس برة وإنلاين والدنيا دي واضحة إزاي بقى أقيم شخص من خلال مكالمة تليفون مهما كانت طويلة أو مكالمة فيديو مهما كانت طويلة برضو طبعا الجواز العادي بيساعدك فيه أسرتك لأنها بتحتكي بيه كل ما بيجي زيارة لكن المرة دي أنت بتبقى أنت فيست وفيست ليه بس ومعظم الكلام بيبقى ما بينكم من غير زيارات فده محتاج حد حكيم قوي عشان يعمل الخطوة دي وواحد يكون بيحكم عقله أكتر من مشاعره أكتر من بهاره بالصورة مايبقاش سطحي الأحكام اللي هو يشوف صورة حلوة ويسمع الكلام اللي بتقلم الشخص اللي قدامه وبس لا بالعكس ده يبقى عارف أنه هو عليه يبقى أكبر أنه هو يبقى محضر لسة تسئلة محترمة ويبقى مفتح عينه كويس جدا في المحادسة لأي حركة كده أي حركة كده أنا عرف مثلا واحدة كانت بتكلم واحد كان مضطرب نفسيا بس مثلا كان وسط الكلام الخط بيقطع الخط بيقطع ليه؟ يقول لها بيبقى مثلا إيه؟ نكشته بالكلام ولا حاجة؟ فهو استفز جدا والدم ضرب في نفوخه فيروح فصل البتاع فصلت ليه؟ لا ولا حاجة كابلة قطع فلو لقيت مثلا حاجة ذاكرة بتكلم كذا مرة ما تسيبش شردة ولا وردة مرة قال لها مش هفتح الكاميرا ليه مش هتفتح الكاميرا؟ لا أصلا بس بين حلق داني ولا مش عارفة إيه فأنا مش عايزك تشوفيني كذا شكل بيبقى وحش حاجة كلها مش مقنعة طلع في الآخر النوم مثلا متخانئ وكان متعور أو كذا فبالتالي التفاصيل الصغيرة دي ما تعدهاش فعلا تبقى عينك في وسط راسك والشاب برضو بالمنظر دوت تسألي كتير وتحضري لسة أسئلة بالكامل إنك دايما تسألي بس بشكل ما يبقاش عمزة لاستجواب علشان هو ما تلفدش نظره فكرة العفوية إن احنا نلاحظ فكرة العفوية دي ونحافظ عليها لأن أي شعور إن أنت أصدى الكلام ده هتلاقيه بدأ إيه العقل الوعي يرجع له ويبدأ يديك الإجابات اللي هي كما تقول الكتاب كما يقول الكتاب المنمحة الجميلة بالضبط كده بس يعني اسألي في كل حاجة وسألي بلا خوف وسألي في كل وقت ونقطة أنها تزور أهله دي المفروض آه صحيح أنا كنت أقولها في واحد كان عنده سواس نظافة بشكل كبير جدا يعني اكتشفت ده بعد الجوز كانت اتجوزت على الإنترنت بعدها أما زارت أهله أما زارت أهله طبعا هي كانت مكسوفة أنها تزور أهله وهو مش موجود أو يعني أن أنا ما بقتش لسا عروس أو كذا بعد بقى ما تكتب كتابها واتجوزت لقيت أنه هو أن أهله عنده مسواس شديد في النظافة وده طلع عليها ما تحطيش دومك مع دومي ما تناميش على سريري ما تضطيش بغطايا كانت أزمة من الأزمات الشديدة بالضبط فالزيارات دي كمان مهمة جدا بتحدد أمور برضو فيصلية أستاذة أشجان في الختام مع حضرتك دي كانت أبرز النصايح إن احنا إزاي نقدر نقايم شخص من خلال مكالمة تليفون أو مكالمة فيديو طيب أبرز الوصايا بقى اللي تقوليها لكل الشباب أو البنات اللي بيشوفونها دلوقتي مقدمين على خطوبة عبر الإنترنت أو عبر الأونلاين اضطروا للأسباب كتير حاليك قلتيها إيه النصايح اللي تنصحيهم بيها أول حاجة إن انت تكون الشكل لأن الشكل برضو جماعة نقطة مهمة جدا أنا مقتنع بالشخص شكله طوله منظره طريقة حجابه يعني واحدة قلت لي أنا بقال لي سنة ونص وأول ما جيت شفته لا 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 هو كان طويل وعريض في الشاشة والشاشة كده فجأة قلقيته ضعيفه زقمطت يعني بس مش هو هو إيه اللي حسيته واحد تاني بعد سنة ونص سنة ونص خطوبة فهي الفكرة الشكل من البداية أنا ببقى عارف الطول إيه والشكل الكاميرات بتبقى فيها اختلاف شوية بس الدائمي لو وصلت لمرحلة الاقتناع بالشخصية كل دي هتبقى شكليات انت هتتخطيها بس دائما لما ببقى حطها حاجز شوية إن لا ممكن شكلها مزي شخصيتها والكلام ده كله فتبينوا في الأول جدا من إننا مقتنع بيها وهي مقتنع بيه يعني إحنا الاثنين عندنا نفس درجة الاقتناع ما يبقى الست شهور عمالي لمحلي وانت شعرك حل ولا مش حل وأنا مش راضي يا جاب عشان شارعا ما ينفعش وهو عنده دي مسألة فيصلية مهمة جدا في أم أخته يا أم أممته يا أم أنت بشكل صريح آه والله لأ ده أنا بيت عمل بالروتين وحاجات من دي لأ شعريني عادي يا جماعة الكلام ده ما فيهوش نفس الشيء أنت هو الله على طول بيقابلني بكسكتة والإيد صالعة جبارة فبالنسبالك الأمور الشكلية الخاصة دي نقطة الأولى أمور الشكلية تاني حاجة موضوع زي ما دكتورة سارة قالت موضوع أن أنا الأسئلة والكلام ده كله أنت كل مرة هاتي وراء وقلم بالذات بتوع الإنترنت دي معلش الموضوع مرهج شوية بعدما أنت مضطرة له بس قرار يعني فيصلي في حياتي اه فاكتبي دايما الملاحظات بتاعتك على الشخصية واكتبي هو أنت عايزة منه إيه لأنه خلي بالك حتة النت اللي بيقطع فيه منها بيبقى متهم مثلا زي ده وفيه ناس تانية بتبقى لأ المناطق بتبقى ضعيف جدا النت أنا بكلمك بعد الشغل أو ما بعرفش أكلمك غير في الشغل عشان ده اللي فيه النت ببقى دايما مودي سيء هي متكلمة وسط أهلها عشان مش هينفع نتكلم لوحدنا فبتبقى بشكل رسمي جدا ومضغوطة ففكرة أن أنا مراعية لظروف المحيطة بالمكالمة دي نقطة تانية المهمة أن أنا أبقى مراعية العوامل فيها النقطة التالتة والخطيرة الحديث في أوقات مختلفة يعني أنا بتكلم مرة واتسو بتكلم مرة فيديو بتكلم مرة ماسينجر وبتكلم فيستايم مرة بحيث أن أنا فكرة استباد إحنا يوم الثلاثة والجمعة بنعمل مكالمة وبنعد نتكلم ساعة التأهيل النفسي فيها بيبقى عالي جدا أن أنا مستني المكالمة دي فارغ السابق إنما الواتسو والكلام ده والله ده رد علي ده دلقني طبيعا يعملوا مكالمة فيديو فاجأة كده سيزا أشجال والله أنا ما بحبش الفيديو كتير أصلا لأن هي بتبقى ارتباط بالشكل فهو خصوصا لو هم عقدين بتبقى بقى الأمور بقى بيقضوها حب وهيان مش تقدير لأنهما مستنيين آه تشتيش مفاجئ فعلى قد مقدر الحاجات دي فهي موضوع الضقة أكتر شوية في موضوع الزواج الانترنت للولد والبنت ما تبقيش منبهرة تحتها ميت خط بالسفر للبلد ده ده أنا هنهاجر كندا ده أنا راح أمريكا وتفضلي المكان ما الساعة ونص بتسأليه على تبايع البلد وبياكلوا إيه بشربوا إيه وسايب الشخص اللي انت راحاله فرحانة وهاني صداقات ولا لا الشخص هو المهم أكيد فعلا الشخص هو المهم أستاذ أشجال نيحيا خبرت العلاقات الأسرية والزوجية مشكرا جزيلا شكرا على وجودك معنا شرفتينة ودكتورة سارة صبري الأخصائي النفسي والتربوي شكرا جزيلا لوجودك معنا مرحلة الخطوبة من المراحل المهمة جدا اللي بتأهل البنات والشباب لزواج إن شاء الله يكون سعيد شفنا رأي الشرعة فيها إيه لو كان عبر الإنترنت وشفنا كمان ضيوفنا الكرام قالوا إيه لو أنت مضطر تتجوز بالطريقة دي أهم حاجة تحط أولوياتك إيه وطبعا قبلها شرع ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتمنى للجميع يا رب إن شاء الله زيجات جميلة مليانة بالطموحات اللي كنتوا بتطمحوا ليها ويكون جواز مليان حب ومودة ورحمة كنا معاكم في حكاية من حكايات البيوت نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة نتمنى لكم بيوت دايما هادئة سعيدة مطمئنة ومليانة راحت بي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة